إذن عندنا هون سؤال هذا إجا في امتحان ومقبول من كلارنس دا سيلفا كمان نفس الإشي هاي بس ألي محقودة من كلارنس دا سيلفا في عندي هون منصة وعليها هون ماكروفون المنصة هاي متحركة في هون ايش اسمه بيلوز ايش البيلوز بالعربي هاي هو مستوى هاي الأرضية البيلوز زي الكير ما فيه ناس بحكوا الكير عارفين البيلوز هاي بس بتسكر من بره بتحمل هاي وتتحرك تتحرك أبدا هاي عندي هون هدا راك والراك في عليه مسننات ومقابل الراك فيه pinion والpinion driven by a stepper motor وفيه طبعا هون drive circuit اذا كانوا اربع فايزيز مثلا فيه هون اشارة بتيجي من السنسر فيه سنسر هون الترا سونيك شخص اللي واقف هون اصير هذا بالنسبة للميكروفون تبين حتى هذا يكونه شور هاي هون عندي الشخص موجود هون وفيه عندنا هون الترا سونيك سنسر هذا الترا سونيك سنسر بعمل سنسنج الارتفاع الشخص وبيحرك المنصة هاي بحيه يتناسب مكانها بالنسبة الارتفاع الشخص عندنا هون راك وابعدين فيه عندي كمان البيلوز او spring action هاي بتتغلب على dead weight dead weight تابعها هاي المنصة تذكرين dead weight dead weight يعني الweight اللي موجود بها تتغلب عليه تلغي الweight اللي موجود هون عن طريق springs اللي موجودة اذا عندي البيلوز هاي the dead weight of the moving part is spring action bellows اذا هذول البيلوز اسمهم spring action bellows بتغلبوا على they compensate for the dead weight للمنصة اذا ال spring action تبع البيلوز بتغلب على dead weight تبع هاي اللي platform صف انا بس بدي استعمل السيبر موتر عشان يعمل acceleration يحرك السيستم من هون لهون راح نعمل هلا اظنهم نعمل هون speed time profiling بنفس الطريقة راح نعمل speed time profiling ورح نحسب acceleration هلا احد الاشياء اللي مش معطاها مش معطا الديامتر تبع الراكم pinion ال pinion اللي موجود هون الديامتر تبعها مجهول اذا الديامتر تبع البنية المجهول واحنا بدنا نحقق resolution معينة هون ال resolution المطلوبة بهذا السؤال مطلوبة اني احقق resolution مقدارها 0.5 cm per step اذا ال resolution المطلوبة 0.5 cm per step اذا منحقق 0.5 cm per step او 0.05 m per step بس المحرك ما اعطى معنا هون انه 200 اذا موفيك لاكتر من الهاج ال resolution تتحقق عندي 0.05 m per step اذا هاي ال required resolution 0.005 cm 0.05 cm 0.005 cm اذا بدنا 0.005 m لان نسمع ليه مظبوط يعني هون عندي رح نفترض من المحرك هذا اذا اعطيته رح يتحرك واحد على 200 من وهاي الحرك اللي رح تصير هون رح يتحرك هاي المنصة لمقدار 5 mm خمس مليمترات رح تتحرك الى الاعلى او الى الاسفل واحنا مسترضين انه عندي دلتا ثيتا بتبعيه بتساوى 1.8 ديجريز اذا عدد ال pulses per revolution required 200 pulse per revolution بدنا 200 pulse او عندنا 200 pulse per revolution هلا هون السؤال نيجي نسأل السؤال اذا عندي انا هون بدنا نحسب الداية متر تبع ال pinion phi لل pinion عندي هون الحركة بدي الان لما هادي تتحرك لما هادي تتحرك تلف يعني دلتا ثيتا هون رح تكون تساوي 1.8 ديجريز فلما هادي تتحرك 1.8 ديجريز قديش المساكل اللي بدي امشيها 0.05 رح يصير عندي اذا دلتا ثيتا في دي pinion دامتر تبع ال pinion على اثنين بتساوي ال resolution 0.005 مزبوط عندي دلتا ثيتا بتساوي 1.8 ديجريز بس لازم تقول ايش وحدتها هذا القانون حتى يكون صحيح ايش لازم تكون محدد ثيتا راديانس فالتساين اندي 1.8 على 360 اثنين مضروب في دي للبنيان يساوي 0.005 ميتر اذا الديامتر تبع ال pinion شو بتو يساوي اطمعنا الديامتر تبع ال pinion مفروض يطلع 318 ملي متر حد يتأكد منه من هذا الديامتر تبع مزبوط هيك الرقم 1.8 على 360 في 2 مزبوط بطلع اندي بطلع 318 ملي متر اذا انا بدي هون ال effective radius طبعا شو بعرف ال radius لما يكون عندي فيه مسننات هذه قصة تانية ها فاهمين علي؟ هاي مش دائرة هاي مش هاي لها مسننات هلو هاي صار عندي هلا دي بي 318 ملي متر من هون هلا راح نقول عندي فيه خمسين خمسين كيلو وزن وزن الوزن كلها خمسين كيلو خمسين كيلو جرام فكل الماس اندي موجود هون تبع اللكترن يساوي خمسين كيلو جرام لكن الوزن تبع هاي اللكترن معمول له كومبنسيشن من هون يعني خمسين في عشرة راح تكون خمسين نيوترن هدول الزنبركات راح يعطوني خمسين نيوترن بحيث انهم يمنعوا هاي انها تتحرك وزنها تحت وزنها ما بتتحرك اذا نطلع عندي شو اللي بدي اعمله هون بس الاكسليريشن هلا المطلوب انه اتحرك مسافة انه اتحرك مسافة مقدارها واحد متر خلال خمس ثواني اذا هون بدي اطلع يعني دي بتساوي متر راحنا منقول على اسوأ حالي لو بدي اتحرك متر كامل احرك المنصة هاي متر كامل بدي هاي تتحقق خلال خمس ثواني خمس ثواني طب بنعمل الان سبيد تايم بروفيل راح افطرد الموفيشين دي ريستريكشن ع السرعة ورح ااخد تريانجلر سبيد تايم بروفيل وانا الشخص مش حامل على المنصة ما بتطلع قديش تطلع دي بي معك مية صار خمس ثواني اه ما اقول لان انا دي بي حاطت ديامتر ومش قاسمه على اثنين هيك لازمكون راديوس مصبوط لانا اخدت انا دي بي على اثنين وبعد انا حاطيتو هون دي بي ها تطلع 318 مصبوط هلا عندي هون عندي انا بدي خمس ثواني وخلال فايف سيكنت بتطع مسافه 1 متر ازان بقدر احسب الان الان البلوسيطي وبعد راحسب الاشتبال المطلوبة عندي خمسة في نص في بي بتساوي واحد ازان بي بتها تساوي واحد على اثنين مص ولي هي بتطلع مصبوط خمسة على اثنين ونص واحد على اثنين مص تطلعها هاي السرعة، الطب سبيد اللي موجودة هون، الأكسلرايشن اللي بهمني الان هو دلتا بي على دلتا تي، ودلتا بي على دلتا تي بتساوي بوينت فور على 2.5 سيقنز مزبوط، ها كيش بوينت فور على 2.5؟ مفروط تلع 0.16 متر سيقنز إذن هاي سار عندي الان الأكسلرايشن المطلوبة اللازم تحقق